برز مشروع سهم الغارمين كمبادرة تعنى بتفريج كربة المعسرين والمعسرات من أبناء المجتمع البحريني الكريم ممن تعثر في سداد الديون بسبب ظروف خاصة ألمت بهم صندوق الزكاة والصدقات ومنذ إطلاق مشروع سهم الغارمين عام 2017 تكفل بمتابعة وتنفيذ الرؤية الشرعية والإنسانية التي أقيم عليها المشروع عبر إدارة أموال الزكاة والصدقات بشكل يتناسب مع أسليب الإدارة الحديثة والحياة المعاصرة من نافذة تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وتوسيع نطاق ثقافته حل مشروع سهم الغارمين للتخفيف من العبء المالي الثقيل عن كهل المواطن البحريني الذي ربما تعثر عليه سداد الديون والتي باتت تحاصره من كل جانب لتترتب عليه أحكام إجرائية قانونية أحدثت خللا عميقا في معيشته واستقرار أسرته مشروع سهم الغارمين اطلقته حقق نتائج مبحرة في نسختها الخامسة خلال عام 2021 بفضل دعم بيت تمويل الكويتي والمتبرعين من البنوك والشركات والأفراد ومشروع سهم الغارمين اطلقته وزارة العدل في عام 2017 بدعم معالي شيخال بن علي الخليفة وزير العدل في الشؤون الإسلامي والحقاف والمشروع يقوم على أن ندفع المديونيات عن المنثبة إعسارا في ملفات تنفيذ ويوجد عليهم إجراءات تنفيذية جارية والمشروع يأساسها تحقيق متطلبات ومعايير شرعية يتم دراستها والتأكد من استحقاق الأشخاص يشترط أنه ما يكون صدات عليهم أحكام جنائية ما سب الشرف الأمانة وأنه ما تكرر منهم هذه الفعل وتكون الأولوية في السداد حق كبار السن وبعض الحالات الخاصة للنساء وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة يبرز الدور الذي يؤديه صندوق الزكاة والصدقات منذ تأسيسه المتمثلي في مد يد العوني لجميع فئات المجتمع البحريني من ذوي الدخل المحدود والمتدني من خلال المشاريع والمبادرات التي يتبنها الصندوق لتخدم الأسر المتعففة والطلابة والطالبات وذوي الهمم والمتعافين من المخدرات وأبناء الشهداء والأسر المكروبة والأطفال المحاربين للسرطان والغارمين المعسرين على وجه التحديد وارتباطا مع ما سبق ذكره أفلح صندوق الزكاة والصدقات في تنفيذ الرؤية الشرعية والإنسانية التي أقيم عليها مشروع سهم الغارمين كمبادرة مباركة نشأت من وراء فكرة تم طرحها من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مع الشيخ خالد بن علي الخليفة عنيت بتفريج كربة المعسرين والمعسرات من أبناء المجتمع البحريني الكريم ممن تعثر عليهم سداد الديون بسبب ظروف ألمت بهم وذلك بعد التحري والتقص من قبل البحث الاجتماعي التابع للصندوق للتثبت بأن الحالة تتوافر فيها شروط الاستحقاق وفق معايير دقيقة وضعها الصندوق تتمحور أهمية هذا المشروع في نقاط أول هذه النقاط تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع والنقطة الثانية كذلك تفريج كربات من تعثر عليهم دفع الديون التي عليهم والمحور الثالث كذلك في استقرار الأسر بعد دفاع المستلزمات التي عليهم من الديون وفتح نافذة جديدة لعيش الحياة الكريمة في هذا المجتمع النظر إلى مشروع سامي الغاري من بداية انطلاقه في عام 2017 يرى تطور تحديد المعايير لهذا المشروع بحسب متطلبات المشروع وخلصنا في الأول الأخير أو في النسخة الخامسة من هذا المشروع على أن يكون أو رفعنا سقف الدين الذي يشدد عن المدين إلى خمسة ألاف دينار أرقام إيجابية تم رصدها رافقت رحلة النسخة الخامسة من مشروع سهم الغاري من هذا العام إذ أن المشروع استطاع جمع ما يزيد على ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار بحريني فضلا عما تم إسقاطه من المبالغ التي تم التفاوض عليها مع الدائنين وجميع الفوائد المترتبة على الديون بسبب التأخر عن السداد ليصار إلى تفريج قربة ما يزيد على تسعمائة وسبعة وعشرين معسرا شكرا 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 اشتركوا في القناة